لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى حل نهائي بشأن أزمة سقف الدين ومع غياب أفق الحل، تتزايد احتمالات تخلف واشنطن عن سداد التزاماتها المالية بعد الأول من يونيو المقبل وبالتالي قد يحدث انهيار في الأسواق المالية وطيلة الفترة الماضية، اعتمدت وزارة الخزانة إجراءات مؤقتة مثل استخدام أموال دفعي الضرائب لتسديد الالتزامات في الأشهر الماضية وللخروج من هذا المأزق، ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إمكانية استخدام المادة الرابعة عشرة من الدستور الأمريكي التي تتيح له إعطاء أوامر لوزارة الخزانة لسد الديون وعن البحث في أصل الخلاف، يشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين الذي وصل حده الأقصى إلى 31 تريليون و400 مليار دولار فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين لاقتصاد الأمريكي للخطر بجانب التأثير على فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويعرف حد الدين بأنه المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب العسكرية والفوائد على الدين الوطني واسترداد الضرائب والمدفوعات الأخرى وتاريخياً تم وضع سقف الدين في عام 1917 لتمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة وفي عام 1939 مع اقتراب الحرب العالمية الثانية أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون وهو الموكل به تحديد السقف